السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي واخواتي. وحشتوني. وحشتوني جدا. النهاردة جال لكم باخبار جديدة. اخبار تقريبا هتسمعوها. ممكن تكونوا اسمعتوها مبارح. بس انا حابب ان انا ازود عليها ايه? شوية البهارب بتاعتها. من مبارح للنهاردة بيتقال ان في البنك الاهلي بتاع ابو ظبي بقراعي رسمي في تشيرت النادي الاهلي. يوم اللي يحصل الاعلام الزمالكاوي مش هعجبه كلام. تمام? ينزل في الاعلام الزمالكاوي كلام كتير زي اللي حصل ايام لخطوط الجوايا القطرية. ينزل يتكلم ويحط عينه في الرعاء اللي جايين لناحية النادي الاهلي. فقبل ما نتكلم في الفيديو ما تنسى اشتجاهز المشروب بتاعك قبل ما ابتدي الفيديو عشان تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله. ومن ناحية تانية قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك ايه? بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي بقى على ايه? على الاعلام الزمالك. مين هما? اولهم رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. والكلام اللي هو قاله من ناحية الرعاء اللي جات للنادي الاهل. ومن ناحية تانية نيجي على خالد الغندور واللي قدل بتصريحات غريبة زيه. ومن ناحية تالتة عمر الدرديري بتصريحاته الجميلة اللازيزة اللي احنا كلنا متعودين عليها. ومن ناحية رابعة ان كابتن احمد حسين ميدو بيساند المستشار مرتضى منصور في الحملة اللي هو عاملها ضد النادي الاهلي او ضد اتحاد الكورة او بيساند مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور فاي حاجة هو بيقولها. فدلوقتي نبتدي نتكلم نبتدي بمين بالمستشار المرتضى منصور وتصريحاته اللي احنا هنسمعها دلوقتي. تصريحات مرتضى منصور بيقول ايه? احنا اكتر نادي ليه شعبية في مصر والوطن العربي وفي افريقيا. انا ذكر ومش هسيب حق الزمالك. يعني ايه? الاهلي ياخد عقد رعاية اتنين مليار وربعمائة مليون والزمالك ميتين وتمانين مليون. احنا مش اقل من الاهلي. الخطيب بيحارب نادي الزمالك وبيطفش كل الرعاة من الزمالك وبيتفق مع الاماراتيين ان ما فيه شركات تيجي اطرع نادي الزمالك واللي مسيك له كل الحوارات دي الاعلامي يعقوب السعدي. ويعقوب السعدي دلوقتي بيصالح الخطيب على مالك برامد سالم الشمسي علشان بعد كده يتحلفوا مع بعض على نادي الزمالك. انا بحذرك يا يعقوب يا سعدي. لو انت هتقدم فيلو ستوديو التحليلي لمباراة الاهلي والزمالك في السوبر انا هنسحب من ماتش السوبر ومش هاجي الماتش. وهطالب اتحاد الكورا يعمل الماتش هنا في مصر. علشان شعبية الزمالك اكتر من شعبية الاهلي وبنشوف ده في المدرجات. وانا نزلت وانا نزلت التذكرة للجمهور الزمالكاوي لعشرين جنيه. اتحدك يا خطيب انك تعرف تنزل التذكرة بتاعتك لعشرين جنيه. احنا نادي الدولة هنا في مصر. وانا بتاع الفقراء بس الرعاية مش هسيب حق الزمالك فيها. ده على جثتي ومش هرجع في كلمتي ابدا. انا مش عارف ايه اللي دخل الفقراء اللي انت بتتكلم فيه. دي شركات رعاية عايزة ترعى النادي الاهلي. انت ايه لازمة الكلام اللي انت بتقوله? دي حاجة. تاني حاجة. انت المفروض هي شطارة المفروض يعني. هي شطارة ادارة. ادارة النادي الاهلي هي فعلا برافو ان هي عارفت تعمل حاجة زي كده. انت الادارة عندك معرفتش تعمل حاجة زي كده لانك انت بتفكر في اللاعبة. في الصفقات. انت كل اللي كان في دماغك في الفترة اللي فاتت دي الصفقات. بس. انك انت عايز تجيب لعيبة وبس. النادي الاهلي كان بيعمل الصفقات وبيعمل شركات رعاية تيجي ترعى تيشيرت النادي الاهلي. هي دي اسمها شطارة ادارة النادي الاهلي. بس. ده اللي انا هقدر اقوله من ناحية المستشفى المرتبطة المنصول. بنيجي بقى على مين? على تصريحات خالد الغندور. لاعب نادي الزمالك السابق. طلع بيقول ايه? انا اللي هيجننني اشمعنا كل شركات الاتصالات عاوزة ترعى النادي الاهلي. شفنا قبل كده فودافون راعي للنادي الاهلي. وشركة ويه كانت راعية ايضا للنادي الاهلي. والنهاردة بنشوف اتصالات اشمعنا نادي الزمالك تحديدا اللي مفيش شركة اتصالات واحدة بتحب ترعى نادي الزمالك. ده يدل ان في مخطط ضد نادي الزمالك من شركات الاتصالات وكل الشركات دي بتتفق مع بعضها ضد نادي الزمالك. وبيهتفوا بس على حب النادي الاهلي. فالزمالك مش اقل من الاهلي. احنا عندنا ستين مليون مشجع للنادي الزمالك. وبنشوف بنك ابو زبي جاي يرعى النادي الاهلي هي مش نقصة كمان مرة يعني كمان مرة قبل كده كانت قطر ومرة دلوقتي الامارات. اشمعنا نادي الزمالك يا جماعة. فان نادي الزمالك شعبيته اكتر من الاهلي في الخليج. المفروض الاماراتيين يقفوا جنب نادي الزمالك. طيب هنتكلم في موضوع خالد الغندور وهو بيقول ان شعبية نادي الزمالك اكتر من شعبية النادي الاهلي. طيب انت شفتها فين? بجد والله. طيب انت شفتها فين? طيب انا اقدر اقول لك ان آآ الاهلي في كل مبارياته اللي كانت بتبقى برا مصر سواء في كاس عالم اندية سواء في آآ بنلعب الهلال السعودي سواء 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 كان في شعبية جارفة ضد اي نادي بيقابل النادي الاهلي. دي احنا دي احنا شفناها. انت اجبتها بقى منين. زي برضو ما قالوا قبل كده ان شعبية نادي الرجاء المغربي اكبر من شعبية النادي الاهلي. ولما جون متقابلوا في السوبر افريكي. في في قطر تقريبا اه كان قطر تقريبا احنا شفنا اه لما جون جي في ديئة تسعين ايه اللي حصل? واللي استادت رجز ازاي? ده انا بكلمك على الجمهور النادي الاهلي. اللي احنا بنشوفه بعنينا. بعنينا. مش بنقول كلام وخلاص. الكلام ده انت ممكن تقوله اه للجمهور بتاعك عشان خاطر آآ يفرح ان الجمهور بتاعك برضو مش قليل. بس هنتكلم ورا وقلم. جمهور الاهلي يتخطى اي جمهور داخل قارة افريقيا وداخل الشرق الاوسط وداخل الدولة العربية. فعادي يعني كابتن خليد الغندور قل كلمتين مش هتحاسب عليه يعني قلهم في ساعة يعني ايه? ايه? للجمهور بتاعه. فمش هنتكلم. مش هنتكلم على الكلام اللي هو ايه? الاي واحد زمالكاوي او اي واحد في الاعلام الزمالكاوي بيقول. عادي نعديها. نبص اللي اللي جاي بعد كده. نيجي بقى ايه? على تصرحات عمري الدرديري اللي دايما بيصير الجدل بتصرحاته. واللي دايما برضو من ناحية تانية بتحك عليه. يعني انا بتحك على تصرحاته. لان فعلا فعلا يعني بيفكرني بواحد آآ زمان مش لها لازم ان انا اقول. طلع بيقول ايه في التصرحات بتاعها? تصرحات عمري الدرديري طلع بيقول ايه? الاهلي بيضغط على كل شركات الرعاء انه هما ما يجوش الزمالك اصلا. وبيطفش اي راعي جديد بييجي يرعى نادي الزمالك. الزمالك ده برندا عالمي. واحنا اول فريق صعد لكاس العالم للاندية. بس الفيفا تآمر على الزمالك ولغى البطولة. احنا عندنا زيزو احسن لعب في افريقيا. والمفروض كان ينافس كريم بنزيمة. كريم بنزيمة على الكرة الزهبية. الناس في العالم بتتفرج على متشاة الزمالك علشان تتفرج على لعبة الزمالك واحمد سيد زيزو وشيكبالا ومحمد عوات. انا مع قرار مرتضى منصور ولازم نوقف بس مباريات الزمالك في الدورة لحد ما يقرروا او يقدروا اه لحد ما يقدروا نادي الزمالك. استاذ عمري درديري عايز يكنعنا يكنعنا كجمهور اهلي ان او بيكنع جمهور الزمالك عشان خاطر يزرع فيه الامل يعني. عايز يكنعه ان الفيفا تقامر تقامر على الزمالك فاول مرة الزمالك سعد فيها كاس عالم اندية اللي هو سنة الفين واثنين. يعني الفيفا هتتقامر على نادي الزمالك. عادي عادي عادي. الناس كلها بتيجي تتفرج على متشاة الزمالك عشان يتفرجوا على احمد سيد زيزو وشيكبالا ومحمد عود. لا دي جديدة بالنسبة لي. مناحية تانا جاي يقول ان احمد سيد زيزو المفروض ينافس كريم بنزيمة في الكرة الزهبية. لعشان خدت اتنين دورة عالتوالي ها? وكواس مصر. لا تعليق. عشان بتاعي احتمال يجيب بواسير للناس تانية. وانا مش حابب ان انا اكلف الموادات دي. بس يعني الرد بتاعكم هو هو اللي هيقنعنا بالكلام. احمد سيد زيزو مفروض ينافس كريم بنزيمة على الكرة الزهبية. ياخد احنا ما قلناهاش على ابو تريك. نيجي على تصرحات احمد حسام ميدو. طلع بيقول ايه? انا هتجنل من اقدارة النادي الاهلي. عملت عقد رعاية تاريخي. باتنين مليون ومليون جنيه. والزمالك لحد الوقت لسه ما اعلنش عن الرعي الجديد. انا مش عارف الرعاب يهربوا من النادي الزمالك ليه? مع ان الزمالك هو بطل الدوري في اخر نسختين. وبطل الكازف على حساب الاهلي. المفروض يتعامل معاملة احسن من كده. واللي هيجنني اكتر ان عقد رعاية البس التلفزيوني للنادي الاهلي ستمائة وخمسين مليون جنيه. والزمالك ميتين وتمانين مليون جنيه. والله كده حرام يعني اللي بيشوفه مطشاط الاهلي اكتر من اللي بيشوفه مطشاط الزمالك ولا ايه? المفروض حق البس يكون متقارب بين الاهلي والزمالك. واحنا كده هنرجع ايام مكالة الاهرام اللي كانت مسكح ورعاية للاهلي والزمالك. وانا هقاتل مع مرتضى منصور في حق الزمالك لحد ما احنا نتساوى. لحد ما احنا ما نتساوى بالنادي الاهلي. والزمالك مش اقل من الاهلي ونسبة مشاهدة المباريات متساوية. وانا بساند وبدعم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. الزمالك عنده جمهور لو عاوز يملع عشر استادات هيملاهم. هل عدل ربنا انك تعرض على النادي الاهلي في رعاية البس اكتر من مرتين ونص عن رعاية الزمالك. انا هقاتل مع مرتضى منصور في حق النادي زمالك في عوامل البس التلفزيوني. مش في الرعاية. الرعاية دي حاجة شطارة من الادارة. ومن ناحية تانية انا في ظهر مرتضى منصور في كلامه. على توزيع البس التلفزيوني وليس من العادل ان تعرض على زمالك اربعين في المية فقط من اللي انت عرضته على النادي الاهلي. ونسب مشاهدة مباراة الزمالك زي نسبة مشاهدة مباراة الاهلي. روحوا واسألوها لو لقيتوا حاجة مختلفة. تعالوا حاسبوني. طيب انا هقول لك انا هقول عشان انا بحترم كابتن احمد حسان ميدو. بحترمه منوان صغير يعني. ويعتبر هو مسل الاعلى في الكرت القدم. بس باختلاف الانتماءات. لو لو نادي الزمالك عنده اتنين واربعين دوري زي الاهلي. وعنده سبعة وتلاتين كاس مصر زي الاهلي. وعنده عشرة دوري ابطال افريقيا زي الاهلي. ومعاه ان هو دخل كاس عالم اندية سبعة مرات زي الاهلي. ساعتها لك حق انك انت تقول اللي بتقوله. انما ما تجيش تقولي او ما تجيش تتكلم في البرنامج بتاعك وتقول ان الزمالك لازم يتساوي بالنادي الاهلي. طبع على اساس ايه? وبانهي منطق. فلو انت بتتكلم وكلامك زاد المبارح في البرنامج بتاعك المنتدى. عشان خاطر اخر نسختين دوري انت اللي واخيتهم. فانا عندي اتنين واربعين دوري. انت معاك اربعتاشر. شايف الفرق? شركات الرعاة بتدور على النادي اللي محقق بطولات اكتر. مش محقق آآ اخر بطولتين. لا. بطولات اكتر. الاهلي محقق اتنين دوري ابطال افريقيا. واتين سوبر افريقي. وكان على مشاري في حقق التالت على التوالي. يعني التالت دوري ابطال افريقيا على التوالي. كان على خطوة واحدة. على بعد خطوة واحدة. لولا اللي حصل يعني. فانت بتتكلم على النادي الاهلي محقق اتنين دوري ابطال افريقيا. واتنين سوبر افريقي. وآآ ده المفروض ان هو بيبص على شركات الرعاة بتاعت آآ نادي ريال مدريد. اللي احنا هنتكلم بقى زيك كده. فطبعا كل الكلام اللي هيتقال مش عارف ايه سوه. بس يلا قدنا ماشيين وبنسمع وخلاص. وكل كل كلام الاعلام الزمالك. اعلام الزمالك طلع بيقوله ما تزعلوش مني المفروض جمهوري الاهلي هو يطلع يضحك عليه. بس ما تتكلمش او جمهوري الاهلي ما يطلعش يتكلم مع حد في الكلام ده كله. لان النادي الاهلي نادي كبير. نادي كبير جدا. مالوش لازمة الكلام اكتر من كده. انا قلت اللي عندي. عموما يعني. ووصلنا لنهاية الفيديو اعزائي المشاهدين. ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكراب للكنال وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد بتاعي وليد برضو انك انت ما تنساش تدعمني بلايك. ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك يا ريت ما تنساش تعمل او متابعة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد برضو بتاعي. ويا ريت انك انت ما تنساش تعمل علشان الفيديو بتاعي يوصل لاكبر عدد من جماهير الاهلي. ودلوقتي اقدر لكم ايه? سلام.